اهلا بكم فرضت المانيا حظرا لدخولها على ثمانية عشر سعوديا يشتبه بانهم ظالعون في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باستنبول وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية ان الحظرا يشمل اعضاء الفريق المتهمي بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من خمسة عشر عضوا وثلاثة اخرين يشتبه في انهم رتبوا الامر واحجم المتحدث عن اعلان اسمائهم واضاف في مؤتمر صحفي دوري ان الامر تم بالتنسيق مع الفرنسيين والبريطانيين حيث وضعت اسماء المعنيين في قاعدة بيانات نظام شنغن واحجم المتحدث عن التعليق عندما سئل عما اذا كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي تتهمه المخابرات الامريكية باصدار امر قتل خاشقجي من بين هؤلاء الاشخاص اشتركوا في القناة